السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في هذا الموضوع نريد أن نرجع إلى موضوع الفضائح والخرقات والفساد والزبونية لسببها عبطيف وهبي وأخنوش وأمثالهم في المجتمع المغربي من القضية أنه كان المسؤول الأول على الامتحانات تعل المحاميين وغيرها من الفضائح ظهور أسماء بدون إجازات الحقوق وغيرها وتكلمنا عن هذا من قبل مع الصمت القاتل الفرق البرلمانية واللجان والبرلمان والحكومة والأحزاب والمعارضة والنيابة العامة والمؤسسة الملكية وكل هؤلاء كلهم في هذه الحالة هناك صمت قاتل يدل لا يدل إلا على شيء واحد وهذه الناس مثل عبدالطيف وهبي ما زال يتبجح ويخرج بخرجات وشطحات ليتكلم عن أشياء وما زال يدافع عن نفسه لأنه أصلا لم تحسبه لا سلطة ولا قضاء ولا نيابة عامة ولا دولة ولا حكومة ولا أي شيء ولم يقدم استقالته ولا أي شيء أنا دائما متعود أن أجعل من الحديث ديالي هو مقارنة بين ما يجري في المغرب وما يجري في العالم لأننا نحن أصلا جزء من العالم ولا يمكن لنا أن نخرج بتصور آخر غير أننا جزء من العالم يتأثر بما يجري في العالم وللاحظ بأن شوف ما يجري في أوكرانيا الآن صارت مباشرة تؤثر فينا وفي العالم كله وفي المجتمع المغربي ومازلنا لحد ساعة نتكلم في موضوع وهبي وأخنوش ولا نستمر ولا نزيد خطوة إلى الأمام يعني وكأن القضية هي قضية مفبركة خلقت لإلهاء المجتمع وإلهاء الشعب بهذه القضايا أصلا تافهة التي من المفروض أن يحسي ما فيها القضاء مبكرا بدون أي نقاش كما يجري في العالم المتقدم المتحضر أنه كان بإمكان نياب العامة أن تتحرك مباشرة وتلاحق هذا الشخص كما يجري وتحقيق معه مباشرة ويغلق موضوعه مع الشعب لكن إلهاء هي ظاهرة من الظواهر التي تجعلنا دائما كان نبدأ أن نشكه وكأن تسأله كيف ذلك على كل حال فإحنا كنتسمع ما يجري في الخارج الخارج هو أنه كنتسمع بأن الاتحاد الأوروبي يدين المغرب على بعض الأشياء ما يسمى بانتهاكات المغرب للحقوق الإنسان من حرية الصحافة مثلا وحرية التعبير وتغول بعض الأشخاص فالاتحاد الأوروبي أكيد أن الاتحاد الأوروبي هو عامل هذه المسائل ذريعة يعني ذريعة الحقوق لابتزاز لأن المغرب أصلا شريك الاتحاد الأوروبي شريك له في الصيد البحري شريك له في العلاقات التجارية كثيرة فهو ما الأوروبيين دائما في الكتلة المتجمعة في الاتحاد الأوروبي ما دائما ما يصنعون ويخلقون هذه المشاكل أحيانا أنا متأكد بأنه ليصطادوا شيئا وليحصلوا على شيء من المغرب مستقبلا أو في المستقبل القريب فلهذا النوع من الابتزاز هو معروف عندهم لكن هذا لا يعني أنه ماشي حقيقة فقبل ما يخرج الاتحاد الأوروبي أصلا ويتكلم على حرية الصحافة وحرية التعبير وهالتغول والفساد والزبونية والفضائح لقلنا والخرقات فالشعب المغربي سابق الاتحاد الأوروبي وتكلم عن هذه الأشياء بدون أي نقاش ولا أحد سمع للشعب بهذه الطريقة يعني التي سمع البرلمان لما قاله الاتحاد الأوروبي فجأة ولذلك المغرب بدك يعيد النظار في علاقته مع البرلمان الأوروبي فهذه الأشياء من المفروض أن نسمعها وأن نناقشها لأن الموضوع لا يتعلق فقط أننا نحن نتظر حتى يجي ردة فعل من الاتحاد الأوروبي أو من أمريكا أو من الصين الشعبية أو من الغرب أو من ألمانيا وعاد من بعد بعدها كان خرجون بدون ردوا عليهم فالموضوع هو أننا لو الأحسن نضف البيت دينا ونحاول ما أمكن نخليه بالفعل نعدي الحرية للصحافة لأن هناك صحافيين تهموا وألسقت لهم تهم غالبا ما تكونوا زائفة أحيانا ثم يحكم عليهم بالسنين كثيرة وكان هناك مناضلين كذلك حكم عليهم بسنوات كثيرة بعشرين سنة بخمسة بخمسة بستة لا لشيء قالوا إلا أنهم كتبوا عن موضوع يدخلوا في النطاق حرية تعبير وهذا هو ما أرادت أوروبا أو الاتحاد الأوروبي استعماله لابتزاز المغرب فكما قلت بأن نحن نخلق بعض الشخصيات لإلهاء الشعب هؤلاء هؤلاء يعني شخصيات تكون غالبا ما تكون يعني مهرجة سبق لنا وشفنا واحد المهرج في حيزب ثاني من قبل وملا الدولة كملت كمل معها الدور ديال التهريج رمته وجاءت بآخر جاءت بتعليقات عبدالطيف وهبي هادي مثل هاد الكلمة اللي قال باه لابس عليه وقره أو قره ولده زعمه يعني هذه تهريجات يعني لا تصدر من المفروض بالوزير أو بالأخص وزير عدل أو وزير المالية أو وزير كذا لكن تصدر هذه تعبيرات الشعب ويزنق 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 من أصلا من أناس مهرجين فهذه طريق لإلهاء الشعب بهؤلاء المهرجين والدولة الصامتة وهؤلاء كيزيدوا الجرأ ديالهم كتزاد لأنه بقي يخرج ويخرج عينيه الجاحضتين ولسانه الطويل مازال يعني حي فهذه الناس ما عندنا إلا أن نتسأل لماذا إذن ماذا هم ومازال يخرجون ومازال يتكلمون إذن كين من يحميهم أكيد لأنه ليس عيبا مثلا أن يخرج وزير ليدافي عنه عن نفسه لكن لكن لازم تكون نيابة العامة متدخلة لازم يكون القضاء لازم تكون يعني مجلس محاسبة معين لأن حتى في أوروبا مثلا هذا لا يعني بأنهم عندهم كل شيء جيد فقط تعرف بأن مثلا في فرنسا أصحاب سترة صفراء خلقين مشكل وكين إضرابات وكين مشاكل في المطارات وإضرابات أصحاب الشاحنات الممرضين والممرضات عمل المطارات عمل حتى الأزبال أحيانا كي توقفوا العمال كيوقفوا الشاحنات إضرابات كذلك في إنجل وإضرابات في دول كثيرة لكن الدولة هذه الدول فرق بينهم ما حلوش المشكل بهذه الطريقة التفاهات وخلق مشكل وخلق وحد الشخص يخرج يبدأ يمتل ويبدأ يقول في التفاهات والشعب يبشي معاه وكل شيء وكتبقى شهر ورا شهر والمشكل ما تحلتش وهما مبغوش يحلوا المشكل وهذا دليل يحميه وهناك من أصلا من يقفوا ورا أظهره لحمايتها بحل هاد الأشخاص لا أخنوش ولا أخنوشها ولا وهبي ولا وهبي ولا هاد الأسماء هادو كلهم هادو أصلا أصلا وناس هناك من يحميهم ليخرجوا ليستمروا يعني في هاد الدندنة وفي هاد الفوضى وفي هاد الهاراج وفي هاد يعني هاد تهريج فالموضوع أن في أوروبا مثلا لما يخرجوا الناس يخرجوا لشي مسائل اللي هي مهمة إحنا إلها ونعلنوا باش نخرجوا مثلا عما يجري الآن ارتفاع الأسعار وارتفاع أتمينة المواد الغدائية المهمة وهذه الأشياء كلها الناس صامتة لها والناس كلها سكتة ولا يعرفون حتى مناقشتها ومع من يناقشونها إلهاء الشعب حتى باش ما يعرفش ما يجري حوله في العالم وما يجري حوله في الداخل ما يجري مثلا قضية تضخم في المغرب يعني ارتفاع الأسعار التي صارت تحرق لأتمينة الباهضة الآن للمواد الغدائية في كتير من المدن وفي كتير من القرى ومع ذلك احنا خلينا فقط الموضوع دي الوهبي واخنوش وبقينا في هذا وخلاونا نشوفه فقط في الأحدية دينا في صباط دينا فقط ما خلاونا نشوفه القدام لأمام باش نحلوا عينينا ونفهمون بدون نطرحوا السؤال كشعب يعني مغلوب على أمره فلذلك فمن الأحسن لو أن هاد القضية حسيمت ووهبي من زمان الآن أنا بدك يدخلني الشوكوك على أنها بالفعل هي قضية مخلوقة نشؤوها وخلقوها ناس باش تبقى بالإلهاء من لي كتسالي المنتخب المغربي والرقراجي وغيره وغيره دخلوا قضية ووهبي وهكذا يبقى المجتمع والشعب كله مخضر يعني التخدير يعني أو ما نقوله السكران ولكن الشعب يعني ملهي ببعض طريقة وإلا في الدول الأوروبية حلوا المشاكيل هذه التضخم منها بعض المشاكيل حلوها مثلا مساعدة مالية للشعب مساعدة مالية للأسار هناك كذلك مؤسسة خيرية تضامنية كتعطي الناس قفف يعني دعا الأكل الشرب والدولة ساهمات بأموال مثلا في أوروبا الغربية للعائلات والأسار حتى تحميهم حتى تخلي حتى الدورة التجارية متحركة والعجلة الاقتصادية متحركة والقوة الشرائية هي طالعة من يسأل هذي الناس كيف يفهموا في الاقتصاد أصلا من يسأل عن القوة الشرائية والقوة الشرائية رأى ضرورية خصة تكون في أي مجتمع باش الاقتصاد باش نقول اللوزين هذا المصنع يبقى خدام هذا البقال يبقى فاتح المحل دياله هذا شفناج يبقى يبيع شفنج دياله هذا القزار الجزار يبيع هذه العجلة التجارية والقوة الشرائية اللي تكون الناس تبقى محركة والعجلة كالدور احنا عوض باش يناقشوا هذي المسائل احتراء ويدخلوا كيف نخرجوا من مشكلة التضخم اللي احنا قاعدين فيها وليح وحلنا فيها وما عارفين شكيفاش نحلوها فينا هي هذي الحكومة إلا احنا ما كان عارفوش اسمه وزير وزير المالية ولا وزير الاقتصاد ولا وزير من الوزراء وكان عارفوش اسمه وكان عارفوش اصلا ماذا يفعلون شنو الشغل ديالهم واش من المستوى عندهم واش من درجة عندهم واش من طريقة كيخدموا بها احنا كان نخدموا فقط كيخلقوا لنا مشكل كيخرجوا لنا وهبي كيخرجوا لنا خنوش كيخطيوا اسمه هذا دار البترول هذا دار البنزين هذا المشكل دياله وبقوا خلا ومحلوهاش خلوا الشعب يتضاربوا يتخابط على وسائل التواصل الاجتماعي من بعيد ويا في الحقيقة لو كان هاد وسائل التواصل الاجتماعي وحدها كافية علش هادوك اصحاب السوترات الصفراء في فرنسا خارجين علش الاضرابات في انجلاطيرا الممرضات واصحاب الممرضين واصحاب المطارات العبالدية لهم خارجين يعني بكل صراح احنا لابقينا غير الهواتي في الدكية وهذا وسائل التواصل الاجتماعي فهما رأوا هادشي هما اللي يباغين اصلا بكل صراح فمن حق النقابة تخرج وتكلم يعني باسم الشعب وتطالب بحقوق هالمهضومة اللي كنشوفه بانها توطال يعني هاد طريقة الهاء الشعب راح طريقة يعني واضح اراكم شوفتم ما يجري في اسرائيل اسرائيل تقتل يعني والبرامة الاوروبي كان ساكت بالمقارنة مع هاد الادانة وانتقاد دي المغرب فلما كانت اسرائيل كتقتل في الشعب الفلسطيني وكتدخل عليهم في القورة ديالهم وفي المدون وكتقتل الضحايا وكتهجر الناس وكتهدم المنازيل لما كان في الحالة هذه كان البرامة الاوروبي صامت ولما قامت عمليات فدائية مثل ما قامت الجمعة اللي فاتت تتع المقاومة فجأة كيخرج الاتحاد الاوروبي والبرامة الاوروبي وكيدين العمليات الفدائية وعلى ان ارهابية وعلى ان هؤلاء ارهابيون يعني الفلسطينيون وعمليات القدس ديال الجمعة اللي فاتت هي قال بايدن بايدن رئيس امريكا بنفسه كما تعرفون بان بايدن بنفسه خرج وقال ان الهجوم في العملية القدس كما قلت هجوم على العالم المتحضر وكأن الفلسطينيين والمسلمين والعرب يعني همجيين لكن هاو يا روسيا تهجوم على اوكرانيا واش روسيا عالم متخلف غير متحضر يعني اوكرانيا متحضرة الان كتعرفوا بان العالم هو لازم احنا نعرف الاشكالية في العالم الان ما يجري في العالم العالم هو الان صراع ديالدول كبيرة كتبغي تاخد التمركز ديالها والسلطة ديالها كتبغي تفرضها بالقوة على الدول مستقبلا على الدول الضعيفة يعني الدول هاد الحرب اللي هي في اوكرانيا هي اصلا ماشي حرب بين اوكرانيا وروسيا هي حرب اوكرانيا بالنيابة عن الغرب وعن امريكا يعني ان امريكا تريد ان تبقى فقط هي القوة الوحيدة في العالم العظمى فتبغي هي الان شفتوا التكتلات ديال روسيا والصين الشعبية وايران وقريبا كوريا الشمالية معهم ودول اخرى كذلك هالدول تتكتل ضد المعسكر الغربي الان اللي شفناه في الاتحاد الاوروبي وامريكا امريكا كتدفع بالعالم الغربي كيحارب المكان ديالها فكل الموضوع كيدور حول القوة الاولى اللي غاد تسيطر على العالم الدولة او السلطة الوحيدة او الاولى اللي بغى تقبض العالم بعينها بيدها بحيث ان الدول الضعيفة مغداش تبقى عنداش كلام ولا مستوى ولا اي يعني بحيث اننا نقدر نقول بانه هناك حرب عالمية ثالثة في الخفاء او ربما نقول حرب عالمية حرب باردة تقاد تكون حرب عالمية ثالثة من المفروض ان هذه مؤشرات تدل على ان ربما تقدر تكون حرب عالمية ثالثة وكذلك حرب باردة اكيد هذه حرب باردة وفي نفس الوقت ساخنة لكن هو الموضوع كيدور على نظام عالمي جديد هذا هو الاصل والقطبية شكون لغادي وش هذه القطبية غدا تبقى ثنائية العالم يعني غادي يكون عنده واحد القطبية ثنائية يعني امريكا ومعها روسيا وربما اكتر او امريكا والصين او غدا تكون القطبية غدا تكون فقط احادية احادية القطبية يعني غا تكون دولة وحدة يعني اللي هي سيطرة على العالم وهذا هو الواقع اللي كان عيشوه وهذا هو الاشياء اللي احنا كنجهلوها في المغرب وما كان فهموش هاد المسائل وما خلاوش الناس لهاوهم بهذا الشي كل خزع بلاد بش تبقى تفهم لأنه لأنه في المستوى الى ولات قطبية وحادية يعني دولة وحدة غدت اللي تحكم في العالم كله ارى غا يجي مع الوقت ارى من اللي يجي يدخل لك هو أصلا البلاد ديالك وياخد اللي بغا من افريقيا وكتشوفوا بأن الآن ما يجري في فرنسا فرنسا الآن وهذه الاشياء لا تذكروا كثيرا عندنا كتعرفوا طرد فرنسا من بوركينا فاسو يعني قررت الحكومة الآن البوركينا فاسو بش يطردوا الجيش الفرنسي ويخراج الجيوش الفرنسية من بوركينا فاسو ومن وقدوقوا هذه العاصمة ديالهم بالأخص لاقتداء بمالي من قبل وكتعرفوا بأن روسيا الآن والصين تتسابق على افريقيا والغرب يعني عنده قلق في هذه المشكل هذا امريكا والاتحاد الاوروبي بحيث ان هذ الناس يشدوا اماكن الآن في روسيا الجيش الروسي والصيني والشركات بدأوا يسيطروا على الدول الافريقية يدخلوا لها من الجانب هذا الاستثماري واوروبا ما عاجبهاش الحال وهذا صراع يعني كيف قلنا على النظام العالمي هناك سراع امريكا هي اصل الغرب الاتحاد الاوروبي يتبع لامريكا مربحة امريكا يربح الاتحاد الاوروبي واوروبا الغربية فالعالم الآن يعني في قطبية خطيرة يعني في سراع كبير وتقدر تكون حرب عالمية ممكن تدخل فيها الصين الشعبية ويدخل فيها روسيا ويدخل فيها كوريا الشمالية ويدخل فيها ايران ويدخل فيها دول كثيرة ضد العالم الغربي لكتمثل امريكا فكتعرفوا بان هاد الناس هادو راهم يعني بشو خطوات بعيدة وللأسف نخلونا ملعيين مع اخنوش واخنوشة وهبي وهبية وهكذا يعني الموضوع الى درجة ان هاد الناس تكتعرفوا بان في الغرب كان الامبراطور الغرب وهاد العجرفة وهاد الصراع للقطب هي الوحادية يعني بوحده بغي يكون هو بوحده لحكم العالم امريكا يعني يعني ومعها الغرب فكتعرفوا بان الامبراطور حتى ان الامبراطور كتسمعوا بالامبراطور الاتيوبي هيلسيلسي معروف هاد الشخصي يرى مات حتى السبعينات ولم اظن ولا ما اتذكر قتل على يد الماركسيين في ايتيوبيا فهذا كان كان امبراطور الاتيوبيا وهذا الشخص هذا بالغرور ديالو بالعظمة كان يظن انه نسبه الهي وهو من دم الهي يعني فتصوروا الغرب كيفاش يحس بنفسه الان فما بالكم من اللي غدت ولي عنده القطبية الوحادية في العالم كذلك كان بعض الامبراطور اليابانية كانوا يحسوا وعندهم هذا الشعور وهذا الانتماء الالهي وهذا النسب الالهي والدم الالهي كانوا يشعرون ويعتبرون أنفسهم على أنهم ينتمون يعني من 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 فرع الهي هما ماشي حتى بشري فهذه القطبية غدت توصلنا إلى درجة أنه انت في المستقبل أي دولة صغيرة غد يقول يجي دخل لها دولة ربما عظيمة كبيرة قوية سلاح وكذا كذا فقد يدخل تخذ لها خيراتها أمامها وتعرفون ما يجري الآن فأنتم ما تشوفون ما عمل إسرائيل الآن مع الفلسطينيين الرجع الموضوع صديقنا وهبي عبدالطيف فكتعرفوا بأنه المقارنة مع هذك الناس الخارج والناس البراء فأنه غير الموضوع المحاسبة والموضوع الذي لو أنه مسرعوها كل أهنين الموضوع من مدة هذه بكل صراحة فكتعرفوا بأن مثلا سأذكر مثلا نيطانياه هذا رئيس حكومة إسرائيل ليس فقط أريد أن أعطي مثال نيطانياه هو مؤخرا يقيل وزير الدفاع وزير الدفاع مباشرة يقيله من الحكومة لماذا لأن هذا وزير الدفاع أسيدي هو كان مدان بالفساد والتهرب الضريبي يعني وكتعرفوا بأن حكومة الكويت في هذا شهر هذا هذا في شهر 1 2023 تستقيل مباشرة بعد تشكيلها بثلت أشهر يعني ما فات وش ثلت شهر هذي الناس يعني بكل صراحة الإنسان اللي عنده شي مستوى يخدم اللي ما عنده شخص يحط صوارته كيف كان نقوله وحنا ويبشي بحالته يستقل واش حنا حكومة ما هي قدمت شي ما قدمت الجديد ما قدمت يعني ما ينفع الناس وما ينفع البشر وحتى الحيوان يعني في البلد عندنا هذي الناس قاعدين كياخدوا واحد الأجر ديالهم اللي هي سامينة ولا يقدمون شي مقابل هذي العمل ديالهم فاحنا ما كان عرفوش أصلا شكون هذي الحكومة واسماءهم وما كيظهروش أصلا بزاف وما كيعطيونش تقارير شنو عملو شنو معملش فاحنا من المفروض فهد احنا ما بقيناش أصلا أنا شخصية لا أؤمنوا بالأحزاب ولا بأي معارضة ولا بهذا لو يعملوا حكومة تكنقراطية يعني كل صراحة الناس مختصين هذا اقتصادي هذا كذا هذا كذا سوف يحطوهم وحيدوا عنه هذا الضج الأحزاب وهذا الكذوب هذا كله فالموضوع ره ماشي بهذه البساطة فالأحزاب وهذا كلها لعب في لعب وضحك على الأدقان وسمعتو كذلك ما يجري ما جارى في السويد في الأسبوع هذا قبل وحرق المصحف الكريم الشريف من طرف بعض العنصريين وفي أمام الصفارة ديال توركيا في السويد في ستوكول وردت الفعل كتعرفوا احنا احنا ملهيين ما عارفين شي شنو كي يجري حولنا في العالم فالناس احتجات على واحد داني ماركي عنصري يعني واحد الباليد اصلا وللأمان احت السويدين يعترفون بأنه إنسان باليد فقط يريد الشهرة وهذا ومعه وسائل الإعلام والسلطة السويدية تاوما احيانا منهم بعض العنصرين يعطوه الرخصة باش كي يخرج يبدأ يحرق يعني تمتيلية فكي يحرق مثلا يمسك المصحف بحل احنا مثلا نقول يبدأ يحرق يعني مشاعر المسلمين بصفة عامة في العالم ولكن أصلا الإسلام هذا قزم ليس له علاقة أصلا بعيد كل البعد على الإسلام وعلى المبادئ وعلى الشريعة الإسلامية وعلى الدستور الإسلامية هذا الجهل فكذلك إن واحد الحزب تاني اسمه السفاريا ديمقراطنا يعني الديمقراطيون السويديون يعني حل سنقول هكذا فلكن خرجوا ناس احتجوا منهم توركيا على هذا الحرق المصحف الشريف أمام في العالم في أوروبا الغربية وحنا الساكتين لا يهمون لا دينون ولا هويتون ولا لغتون ولا حتى اقتصادون ولا حتى هذا النوع دي الغلاء وهذا ولكن يهمون فقط ما نعمل به بما بغاش تسألي هذا القضية والموضوع ما زال كبير وطويل وما زال كي يجل لأنه لقوا فيه المتعبش وفيه الناس بالفعل إلى توركيا خرجت الناس خرجت في توركيا تحتج خرجوا الناس في الكويت خرجوا الناس في السعودية خرجوا الناس في باكستان في بنغلاديش يعني هذا هو السؤال المطروح وهل وصل لنا الخبر أصلا هل ناقشنا الموضوع في الدولة المغربية الإسلامية التي تتبني الإسلام كدين رسمي له يعني أن القرآن الكريم يوهان وصيدنا أحيانا صيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا من يتكلم قضية الفساد والتهريب الأموال هذه يعني إحنا شيء جاربي العمل وهذه معروفة كتعرفوا بأن الفساد والتهريب الأموال مثلا ناس في المغرب لقوا عندهم شقاق وعمارات وما لا أدري في فرنسا وفي دول أوروبية كثير ولا أحد يتساءل كيف أخرجوا هذه الأموال الباهضة ولا أحد عنده الجرأة أصلا بشي ناقش هذا الموضوع لأن الموضوع أصلا من المفروض يتناقش وخصو يطرح وخصو هذا الناس على الأقل ما يسمى بالضريبة على الطروة الطروة ديالهم خصو يخلصوا على الطريبة كل شيء المليارديرات للمغرب خصو يخلصوا ضريبة على الطروة الطروة يعني هذا كيتسمى نوع من الفساد كذلك وتهريب الأموال لها دراء كتعرفوا بأن في الدول الأوروبية هناك تسترجع أموال ضرائبية لديل هاد الناس الأغنياء مش هاد الناس أصلا لم يسرقوا شيئا فقط هربوا أموالهم يعني واخرجوها مثلا الأبناء في أوروبا وخارج أوروبا في أبناء في دول صغيرة أحيانا مثلا جبل طارق في أبناء كيحطوا في الأثرياء ديال العالم فلوس كان مملكة أندورا كان ليشتنشتاين كان سويسرا كان باناما كان دول كثيرة تكلفات بهذا الأمور ديال الأبناء كلها تكتحط الفلوس ديال الأثرياء عندها فالناس في السويد مثلا شيء أثرياء هربوا الفلوس ولكن الدولة السويدية كان عند الجرأة والحكومة السويدية كان عند الجرأة ومشي السويد كمثال العراكين دول أخر كلهم يعملوا بالطريقة فعين لجنة مختصة فقط هي من دار ضريبة فهذه اللجنة أو هذه المجموعة تلاحق الأثرياء في العالم فقط وترجع الأموال الضرائبية لكان المفروض هذوك الناس خلصوها خلصوها يدفعوها للدولة وبالفعل حصلت على الملايير اللي ردتها من الأثرياء ديالسويد اللي كانوا حطين في الدول بحلاك دالي قلت أنا لشتنشتاين وأندورا وجبل طارق وسويسرا وغيره 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 فهذه الناس كانت عندهم حتى الجرأة فهمت يا الله هذا هو الإشكال هذا هو الإشكال إحنا ما عندناش هذه الجرأة ما عندناش هذه السياسة ما عندناش أصلا حتى الوقت باش نجيب وزير المالية غدي يبرك وغي يناقش وغدي يقول كيف نطارد ومن يهرب بالأموال الضرائبية وكيف يكون مثلا عند البرلمان الجرأة باش يوافق على مشروع قانون ديال ضريبة على الترواق وزيد 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 لا هي كان أشياء كثيرة هذا هو الإشكال دائما كما قلت التفهات 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 هالتفهات هي سبب ريالها هي الغيبوبة الجماعية لسببها الأمية والجهل ليحطوا فيها المجتمع المغربي بكل صراحة الغيبوبة الجماعية التي جعلت الناس تفكر دائما في التفهات المقابلات البارصة المقابلات ديال ريقراجي كأس هذا ليس معناه ما كنتفرجوش ما كنتشوفوش ولكن لا نجعله من هذه الأشياء هي المبدأ وهي الأساس في الحياة ديالنا الحياة ديال الإنسان قد ستكون أشياء راقية هي الأساس في الحياة دياله مش هي الخزعبيلات من اللي سليولينا كورة القدام والذكورية والنسوية وتمكيبان حقوق المرأة ديال المرأة لما تخرج تلعب كورة القدام ولكن حقوق المرأة لما تخرج في شوارع كتمدي ديها تلعشرة الليل حضاش الليل شفناهم في شوارع كي يسععوا تماما ما كينش مركبين معاهم أولادهم في الأضواء يعني في الضول الحمر وفي الضول الخضر في الحالة ما كينش حقوق المرأة هذه الساعة فحقوق المرأة فقط يلمي اللي غد تلبس الشورطة ديالها وتخرج تلعب الكورة هذه الساعة حقوق المرأة ولكن حقوق المرأة ماشي مثلا اللي كتب قد هدو العيالات اللي قاعدين والنساء اللي قاعدين أمام المساجد كيت في الفجار بعض المرأة كتفيق تلقاهم في الضور وفي العاصر وفي الشوارع كي يطلبو في الضار بيضا مثلا في كيوقفو أمام السيارات في مفترق طرق حتى العشرة الليل أحيانا بعشرة حداش الليل ومركبين معهم أطفال كيستنشقوا هدك الهواء والغازات السامة هدوك الأطفال تماما ما كينش حقوق الإنسان وكيف كما قلت بأن الاتحاد الأوروبي يدين تقييد المغرب يعني هذا نحن أصلا لا ننكيروا هذا الواقع لأن نحن فقط الوضع أن الاتحاد المغرب كان من قبل كان يأتي ببعض الجمعيات والصحافة المشت يعني مشارينهم والمسترزقة صحافة أوروبية مسترزقة كانت تجي وكتكتب تقريرات وكذا كذا وكتنشر هذا كشي في أوروبا ولكن السياسي الكبار الأوروبيين ومنهم بعض الأحزاب اليساريين وأحزاب يعني يعني كتير فكانوا كيشوفوا الحقيقة وكيعرفوها فهما كانوا يرون وفي نفس الوقت الشعب المغربي يرى ما يحدث لكن لما كانوا لما كانوا ساكتين وخرج بعض الناس من الشعب المغربي ألقي بهم في السجون بسنين كثيرة تحكم عليهم ولكن الآن من اللي هما خرجوا وبغوا شيء بصلاحة للابتيزة زلاده وخرجوا قالوا أصلا ما من المفروض أن يقولوا من زمان الآن صاروا أعداء مثلا بعض البرلمانيين اللي عندهم فقط مصالح كالبرلماني اللي أمي ما غادي خرج يتكلم عنه بحل المسائل وكأنهم بغين يقولوا لنا هيد شيء ما كينج ذاك الشيء اللي كتشوفوه را ما شيء حقيقة رانتوما أصلا كتحلموا أو أن الشعب ما يراه في الشريع ليس بواقع وإنما يجبوا أن ترون ما نرى وحتى الغرب الآن هذه النكتة أصلا يريدون أن يقولون للعالم الغربي أنت لا ترى شيئا بل فقط نحن من نرى وتحولت الموضوع وتحول الموضوع إلى أن الموضوع ديال هذا تدخول في سيادة بلد الانتقاد يعني أي بلاد ينتقاد أصلا أمريكا تنتقاد الصين تنتقاد إيران تنتقاد فرنسا تنتقاد العالم كله ينتقاد وأحيانا يجرأ يعني تغيير كتير من وراء الانتقادات في بعض الدول من الدول ولكن نحن لازم الإشكال فين خصو يكون ما يمكنش نغطيه الشمش بالغربال ونبدأ نقول لا شيء ما كانش هذه فقط ابتزازات إياها ابتزازات ولكن رأه واقع هذا واقع في المجتمع المغربي يعني لجينا نتكلم على حريات التعبير ولا حرية الصحافة راه شوية راه الصحفيين راه يعني يعانون بكل صراحة فهذا واقع ما غديش نقول لا راه ما كينش هدش وهذا هو الخطأ يعني وكي تكلم وكأنه لا يعيش في المغرب وكأنه نزل من المريخ والمغاربة هما أحيانا يريدون يعكسوا الكفة أنه ما يعيشين في المغرب وفهمين الواقع ولكن الشعب هو لم يفهمش يعني يشوف هالتضارب وهالتناقض وسط المجتمع فهذا لا يبشر بخير هذا كيدل لأن السياسيين أصلا لا ينتمون هذا الواقع المغربي ولا ينتمون رب حتى للمجتمع المغربي لأنه واحد نسبة منهم كبيرة عندهم جوازات أوروبية وعندهم حسابات بنكية في الخارج وعندهم منازل وشقاق وعندهم أملاك ما يخسر هو يمشي على المطار ويهرب ينهار ما يبقى عنده ما يدخل وما عنده ما ينهب وما عنده ما يسرق غد يبشي يبشي يحط فلوسه عند أسياده وغد يخلص عليهم الضرائب وهو متقطع الرأس دياله يعني يتم التروة تخلص عليه الضرائب ماشي بحل ما يجري عندنا في المغرب وبغير نرجع له حد الموضوع مهم فكرت فيه وهو القضية دياله هو بلد الأردن من غير الكويت أنا قلت لكم بأن حكومة الكويتية استقالت في الأردن كتعرفوا بأن الأردن لحد الأدنى ديال الأجرة حتى هو نازل شوية فالآن قاموا بوحد تعديل في هذه الأيام بسبب التضخوم وغلاء الأسعار وارتفاع الأسعار وغلاء الموض الغدائية فطلعوا هما لحد الأدنى للأجرة لـ 340 أو 350 دولار يعني بحل ما نقول تقريبا 70 ألف ريال في المغرب فإحنا واش كين شي واحد ناقش أصلا هاد الموضوع في نوع وزير المالية وزير واش حنا بقين هاد وهبي وهاد أخنوش هاد الناس هاد الأمازيغيين وما خرجوا لنا من كان عندنا هادك العروبي البنكيران قبل الآن خرجوا لنا يعني نوع تاني ها هوا ما سيدي هوا ما اللي خلقوا لنا المشكلة وما بغش تقادة هاد القضية فالحد الأدنى للأجرة في الأردن طلعوه الناس ما يقارب سبعين ألف ريال تلتالاف وخمسمائة درهم مغربية فحنا علش ما نقشوش هاد المسائل فأين نحن من هذا ثم إنك هنا واحد القضية أخرى تضحك وهو أن البرلمانية المغاربة متعودون في أغلب الوقت إذا لاحظتم بأن الجمع دي الجلسات البرلمانية في أغلب الوقت وتقريبا إذا كانت في الصبح في الصباح رادرة معجزة دائما هي وراء الظهر الجلسات في أغلبها فتصوروا معي أن في أوروبا الجلسات ليست دائما هي وراء الظهر هي في أغلب الوقت هي في الصباح كيقوم هادك كموظف حكومي كينوضي البسح ويجوه والملابس دياله كيتوجه البرلمان وكيبشي يقدي المهمة دياله في البرلمان مع التسعود الصباح بحل أخدم في إدارة حنا لا خليها سيدين عسى على خاطره خليها سيدين يرتاح أنا عسى السيدين مزيان تل 11-12 ونوضلك السيدين بشوية عليك ومخلصين عليك وطيل في جنب البرلمان ومن بعد عادة كيتبدأ الجلسة ومعديك الجوش ثلاثة وكيدخلوا ينعسوا فبغيت غير نقارن لكم البرلمانات ديال الدول لماذا تقدمهما راه واضحة الأمور وعليش نتأخرنا راه واضحة الأمور يعني هانت هذي مقارنة من المقارنة البسيطة المضحيكة يعني وكيد المشكلة الخورتاني واش نسمعنا مثلا متى سمعنا بأن البرلمان المغربي يناقش قضية العملة المغربية راه احنا قلنا بأن نصرنا جزء من العالم والعالم كله الآن صار مثل قرية كما يقال وما يعني اللي لا تأطرنا بحرب في أوكرانيا اللي بعيدة علينا بزاف كتير غنتحر نتأطروا بالحرب ديال الاعتدال الإسرائيلي على الفلسطينيين غدينتأطروا بالحرب السورية غدينتأطروا بزاف المسائل اللي هي فلذلك كتسمعوا بأن العملة المصرية انهارت واللبنانية والسورية والإيرانية واليمنية يعني بزاف يعني عوض احنا مناقشة هالناس عوض مناقشة المفيد شيء مفيد ما زلنا مشغولون بهذا وهبي وأمثاله وبالخرافات وبالأوهام ويعني بالفساد نشكي ماذا ماذا ينتظر المغرب ربما نجنبوه إلا خرجنا وناقشنا بحل المسائل والتلفزة ووسائل التواصل الجماعي تعمر والتمتالي وبهات النقاشات الحية ماشي بهات الخرافات وكتفيق اه اش دار وهبي اه كتنعس اه شنو عمل اخنوش صبحتان يش هاد راه مستوى منحط دي المجتمع إلا بقينا والبدة طوالت يعني كيف قلت في البداية دليل لأنه هاد الناس راه عندهم ناس من يساندهم وهاد اللعبة هاد اصلا تلائم بعض الناس تلائم بعض الناس في الدولة المغربية خليهم خليوه بها دوما المهرج الجديد والمهرجين جديد الجدود اللي جاء في الحكومة لأنه اغلب واحد نسبة من البرلمانيين ولا من الحكومة مهرجين اصلا واميين ولا يعرفون حتى اصلا يكونوا جملة مفيدة فرجعوا لهذا الموضوع لو حسم هذا لو حسم هذا من البداية قره ربما نحن نناقش اشياء مثل ما ذكرنا الآن فمثلا شوفتنا يا مؤخرا غير خبار يعني ناس كيف تحسم الأمور إلقاء القبض على واحد الجسوس من الشرطة الفيدرالية تهم بالتجسوس هو أمريكي رجل يعني كان زعيم أو رئيس في مصلحة من المصالح في الشرطة الفيدرالية الفيدرالية الاف بي آي الأمريكية فهذا السيد كان تهم أنه الآن عنده علاقة بواحد الرجل أعمال روسي وهذا الرجل أعمال روسي أعطاه رشوة 250 ألف دولار هذه التهم ولماذا أعطاه هذا ولماذا الآخر قبيل هذا لأنه يكون وسيط ويتوسط له في إنشاء شركات وهمية لتبيض الأموال الروسية في أمريكا فالموضوع هذا الرجل من الشرطة الفيدرالية كان في الشرق الأوسط وكانت تحريات في الخفاء ضده وتحقيقات في الخفاء ضده بسرعة لم يعرف هو أصلا أي شيء فلما تأكدوا بالتهمة هو كان في الشرق الأوسط ما عرف شو كان في رحلة يعني وش في مهمة ولسياحة مجرد وصل لأمريكا يلقى عليه القبض ويساق إلى السجن عند القاضي وغادي يشوف الآن رهما زال ما تحكم ليه المهم التهم تابت عليه وراه مولقى عليه القبض هذا شخصية مهمة في الشرطة الفيدرالية الأمريكية أنا جبت لكم هذا المثال الأخير سأعطيه كمثال على تطبيق القانون وتطبيق الدستور وتفعيله بجدية وبسرعة ماشي هالدفلية وهد اللعب شوف اللعب مثلا دي الأخنوش سبعتاشر مليار لمتهم بها وزيادة وزيد 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 وكان وهبي بنفسه يتهم أخنوش بأنه سبعتاشر مليار مسروق دخلها ليجي به وما عنده الحق يعملها ومن يتكل ومن يناقش ومن يحاسب أخنوش عزيز أخنوش ومن من له الجرأة من القضاة ولا من وكلاء المالك وهالدس راهم من طين أخرى أصلا وإحنا أعطينا مثال هذا المثال الأخير دي الأمريكي أمريكا فكنت ذكرت واحد المثال قبل إحتى اليابان كان رئيس المجلس الإدارة دي نيسان كان اسمته وأصل لبناني كارلوس غوسن فحتى أطلق عليه القبض واحد الوقت من الأوقات بسبب الفساد المتهم به كان دي نيسان ومش بيش بيش هذا فعلى كل حال التنفير القانون وتفعيله إحنا رجعنا رجعنا إلى هذا الموضوع دي الإحساس بالنسب الإلهي دي كيف قلت بأن هذا الإمبراطور هيلس والإمبراطور الياباني كانوا يشعرون أنه عندهم نسب إلهي فهذا هو ربما هذي الناس عندنا حتى ما بدوا يوصلوا لهذه الدرجة بدوا يحسوا بأنهم من طين أخرى ولا يستطيع أحد أن يحاسبهم لا هذا ولا هذا ولا ليسبقوا وهي أصلا الفساد الفساد أصلا ما عندوش تقادم رأى لجي تجبد الملفات رأى ناس مهربين أموالهم الآن في أوروبا وبنين مشارين شقاق وعمارات ومستثمرين فيها ومن أموال مبهمة مجهولة لعلها تكون من جيب أو من أموال دافعي الضرائب المغربية أموال دافعي الضرائب المغربية كتتخاد وكتخرج برا وأموال المغرب يعني من الخيرات دياله من فصفات ومن دهاب ومن كل مواد اللي كتكون هي تروى طبيعية في المغرب نتمنى تكونوا استمتعتوا ولأعجبكم هذا المحتوى فمعلكم إلا بالاشتراك حتى يوصل لكم إن شاء الله الجديد والضغط على الزر الإعجاب والنشر إن شاء الله وإلى حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة